في تطور أمني خطير وتصاعد في وطيرة العسكرية الأمريكية في المنطقة يعتبر هجوم طائرة بي تو سبيرت الشبحية الأمريكية على مواقع حثية في اليمن الاستخدام الأول من نوعه في الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر طائرة أكثر رعبا في العالم ووحيدة من نوعها تعمل مع القوات الجوية الأمريكية لها قدرات خارقة تتمثل بتفجير المخابئ والأقبئة تحت الأرض تعرفها منطقة الشرق الأوسط حين استخدمت بالحرب على العراق لم تخسر تلك الطائرة في أي حرب لقدرات تتميز منفردة بها في العالم حيث تتزود بالوقود جوا وغير مرئية للرادارات وتكلف كل واحدة منها قرابة مليار دولار كما تحمل ما يصل إلى عشرين طنا من الذخائر بما في ذلك نحو ثمانين قنبلة موجهة بنظام جي بي أس بوزن خمسمائة رطل لكل واحدة تستطيع بي تو تدمير واختراق أشد التحصينات تحمل أسلحة كالصواريخ النووية الموجهة والقنابل مثل بي سيكستي ون وبي اي تي ثري وقنابل موجهة بالليزر وقنابل ذكية من طراز جي دي اي ام وقنابل خارقة للتحصينات يأتي توقيت استخدام تلك الطائرة الآن بحسب خبراء بمثابة رسالة ردع أمريكية لإظهار قدرات واشنطن وباستطاعة استخدام قوتها العسكرية في أي وقت وأي مكان كما أنها تتزامن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتي يؤكد محللون أنها تعكس تغييرا في استراتيجية واشنطن نحو حماية مصالحها في المنطقة سيما مع رسالة الرئيس الأمريكي لكونجرس مؤخرا حول قرار واشنطن بتعديل الموقف العسكري لها بالمنطقة حماية لمصالحها وأمنها القومي من جهة والدفاع عن إسرائيل بعد ارتفاع مؤشر احتمالات المواجهة مع إيران وميليشياتها ومخاوف حرب واسعة اشتركوا في القناة